بدى واضحاً أن واشنطن ستعود إلى أحضان منظمة الصحة العالمية حيث أكد بايدن في رسالة إلى الأمم المتحدة البقاء في منظمة الصحة ليؤكد بعدها خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتي أن الولايات المتحدة ستظل عضواً في منظمة الصحة العالمية وستفي بالتزاماتها المالية مشيراً أيضاً إلى أن الرئيس بايدن سيصدر توجيهاً يتضمن نية الولايات المتحدة الانضمام إلى كوفاكس لتعزيز الجهود متعددة الأطراف الخاصة بلقاحات كوفيد-19